خلينا نروح لأخبارنا ونشوف أخبارنا النهاردة استقبل سيد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وطبعا عقب مراسم الاستقبال الرسمي بحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأتر التعاون المشتركة في جميع المجالات لما فيه من مصلحة الشعبين الشقيقين بالإضافة للتنصيق دائما الحثيس تجاه التطورات الإقليمية المختلفة في ضوء ما يمثله التعاون والتنصيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة طبعا دايما السيد الرئيس بيبقى حريص في هذه اللقاءات مش بس يعني البحث في كل الأشياء ما يهم الأقليم العربي وما أيضا الأحداث اللي بتبقى موجودة في العالم وأيضا إزاي نقدر إحنا كدول عربية يكون دايما عندنا مزيد من التعاون وأيضا تبادل وجهات النظر بشأن كل الملفات اللقاء كمان تناول وجهات نظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وحيث عكست المناقشات تفاهما متبادل لأراء سبل التعاون مع تلك القضايا وتم الاتفاق على الاستمراد في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنصيق والتضامن بين الدول العربية لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعادة كافة ده زي ما شفتم هذا هو مدار في اللقاء بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ضيفنا ضيف الإمارات العزيز ترجمة نانسي قنقر